ترحب وزارة خارجية مملكة البحرين بوضع وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بعض الأشخاص من من ينتمون لما يسمى بالسرايا الأشتر الإرهابية على قائمة الإرهابيين العالميين مؤكدة أن هذا الموقف يعكس إصرار الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على التصدي لكل أشكال الإرهاب وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه ويمثل دعماً ملموساً لجهود مملكة البحرين في تعزيز الأمن والسلم ويعد خطوة مهمة ودافعة لجهود محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله على الصعيدين الإقليمي والدولي وإذ تشيد وزارة الخارجية بهذا الموقف الإيجابي والمهم للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة فإنها تتطلع لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في اسلوب تعامل المجتمع الدولي بأكمله مع ظاهرة الإرهاب من خلال تبني استراتيجية شاملة في جميع مكوناتها الأمنية والسياسية والثقافية والإعلامية وغيرها لضمان اشتثاث هذه الظاهرة الخطيرة من جذورها وتشفيف منابع تمويلها وتؤكد وزارة الخارجية اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وحرصها على تعزيز مسار هذه العلاقات الاستراتيجية على المستويات كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين ويسهم في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة